اشتركوا في القناة وأسود خفيف أيضا وهو صيني وأحمر رزين وجميعها عبارة عن قطع خشبية تجلب من نواحي الهند وهو يأخذ من أشجار تشبه أشجار العود وله أوراق عريضة وقد ذكر القسط البحري وهو الأبيض في الحديث النبوي الشريف ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري أنواع القسط القسط نوعان أحدهما الأبيض والمعروف بالبحري والآخر بالهندي وهو غريض أسود وكلاهما يستعملان لإخراج البلغم ويقطعان الزكام ويفيدان في ضعف الكبيد والمعدة من هذا الجنب يستعمل القسط في وقف الصدع المزمن شرابا وسعوطا ودهانا بالسمن ويعالج ضيق النفس والربو والسعال المزمن وآلام المعدة يزيل آثار الجروح والحروق بمزجه بالعسل واستخدامه كدهان ويستعمل القسط في الهند والصين بكثرة كمنبه ومقو ومدر للبول والطنف فوائد القسط القسط ينفع من استرخاء الأعصاب ويقوي الكبد والقلب وينفع من الفالج وأوجاع المفاصل والأوراق وعرق النسى شربا وطلاءا بماء الصبر يقول دواد في التذكرة قيل شجر كالعود وقيل نجم لا يرتفع وله ورق عريض ولعله الأظهر والراس هو الشامي منه والقسط من العقاقير النفيسة إذا أخذ بالغا ولن يتآكل تبقى قوته أربع سنين وهو حار في الثانية يابس في الثالثة أو حرة كيبسه يقطع أوجاع الأذن كلها إذا تبخ في الزيت وقطر والزكام بخورا وأوجاع الصدر والمعدة والكبيد والطحار والكلا والإرقان والاستسقاء وأنوع الرياح والسمو ملقتالة والتشنج والنافذ ويفتت الحصى ويزيل عرق النسى والمفاصل والكزاز والرعشة والخدر وكيف استعمل ويهيج ألباه بالماء البارد ويفتح السدد وفراز جهة نقي بالغا وفي الحديث الشريف أنه ينفع من سبعة أنواع من الداء وهي فمن ما ذكر ويدر الفضلات ويسقط الديدان والأجنة ويذهب السموم ويشذب الدم إلى خارج ويزيل الآثار مع العسل والملح طلاء ويشد العصب ترجمة نانسي قنقر